ذكرت إدارة إعلام كهرباء العاصمة عدن أنه تم توفير ثلاث ناقلات ديزل لمحطة الرئيس بيترو مسيلة لضمان عدم خروجها عن الخدمة وإبقاء 65 ميجا ميل توليد بالخدمة وأوضح المتحدث باسم كهرباء عدن في منشورات له على منصة الفيسبوك أن عملية ضخ محطات التوليد بالعاصمة بمادة الديزل بدأت منذ صباح اليوم بعد إعلانه عن ضخ 800 تطن من مادة الديزل إلى خزانة شركة النفط ونقلها بالناقلات لمحطات التوليد مؤكدا أن خدمة الكهرباء ستشهد تحسنا وانخفاضا لدريجيا بساعات الانتفاء بعد عودة محطات التوليد للخدمة وانخفاض الأحمال وقال المتحدث باسم كهرباء عدن أن هناك تفاهمات بين الجهة المعنية والتزام التاجر صاحب الشحنة بإدخال السفينة وضخ الوقود لخزانات المصافي لافتا إلى أن سفينة المازود ستصل خلال يومين إلى المكلة وسيتم تفريق جزء من الكمية لتشغيل محطات الكهرباء قبل أن تتحرك إلى العاصمة عدن ترجمة نانسي قنقر